السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلي الفائدة يتعامل مع الجميع الناس اللي كانوا بتسألني دايما على أسباب تعفلنا الصبون طبعا احنا في صيف وجود يبقى حر والناس ما تخزنش صبون بالجراكن والعشرة لتر والحمسوشرة لتر والعشرين لتر عشان الجو حر الصبون بيسيب من بعده بيعمل عفونة بيعمل راحة مجاري بيبيض الدنيا بالبوز خالص فيارية الناس ما تخزنش صبون في الصيف عشان يبقى حر طيب دلوقتي الناس اللي بيقول لي طب الصبون لما يعمل راحة مجاري اعمل له ايه حل بسيط جدا موسح هتجيبي مثلا ده الصبون اهو عفل هتجيبي نقطتين كلور تمام وتحطيهم كده تمام نقطتين كلور جبتي نقطتين كلور خام وحطتهم كده بصوا الصبون اصفر اهو تمام هقلبوا كده ده الناس اللي بتشكي من العفونة بتاعة الصبون الصبون لما يعفن تروحي جاية حط عليه كلور خام او كلور مخففة كلور موجود وتقلبيه تمام ريحة المجاري هتروح تماما منه وتروحي تستعملية عاجل بس مش هيبقى في ايه ريحة لمون ولا اي ريحة هتحطيها تنفى معي اي ريحة هتحطيها منهاش لك يبقى تتشغلي بيه زي ما هو يبقى عرفتي الحل تجيبي كلور وتحطيها الصبون اي حد الصبون يقلب معي ابيض او ريحة مجاري يحط له كلور الريحة هتروح خالص وتستعملية عادة مترموهش مترموهش ايه ضرر هيبقى تمام معك وشكرا معك اشتركوا في القناة